عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعاً مع ممثل تسع شركات أجنبية ومحلية لمتابعة موقف تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة التي أعلنت عنها هذه الشركات خلال الفترة الماضية وخلال الاجتماع عرض ممثل شركات تفاصيل مشروعاتهم الجاري تنفيذها بمصر والاستثمارات التي تم ضخها وفرص العمل التي توفرها كما تم الاستماع لمطالبهم وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة سوف تستجيب على الفور لإزالة أي معوقات تواجه المستثمرين مشيراً إلى أن الدولة تدعم زيادة معدلات التصنيع المحلية وأعرب مدبولي عن تطلعه لافتتاح المراحل الأولى من هذه المشروعات في القريب العاجل مؤكداً أهمية هذه المشروعات التي تحتوي على استثمارات مباشرة بنحو مليار دولار والتوفر أكثر من 35 ألف فرصة عمل